التقى وزير الخارجية سمح شكري مع أعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية والذي يضم نخبة من قادة الفكر والسياسيين الأمريكيين السابقين وكتب الرأي وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيورك شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الوزير شكري وأعضاء المجلس تناول العلاقات الثنائية بين البلدين قم قدم وزير الخارجية شرحا لعملية التحول والتطوير الشامل التي تشهدها مصر بما في ذلك مصر الحوار الوطني وأهدافه ونقش اللقاء القضية الفلسطينية وسد النهضة والأوضاع في السودان بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية